الله معكم أخوتي سلام ربي صاحب قلوبكم ليش حزن العذرة عطول من ثوره انه اكتر من حزن اي امرأة تانية على ابنها هل العذرة تختلف احاسيسها عن احاسيس اي ام تانية هل الامة التانية محست مثل العذرة لما ابنها كمان يكون عبين عدم قدامها في كتير اشخاص قادموا قدام اماتهم ماتوا قدام اماتهم حتى من قبل انصلبوا قدام اماتهم انزبتوا للقسود متل ما شفنا بيروم كيف كانوا يعملوا فيهم ويعدمون كمان كانوا قدام الامات ليش على طول منحط انه العذرة هي حزنة اكبر هي حزنة غير وكأنه انه طب ولو بتقول الامة انا كمان انه ابن مات وخصوصها بس نوصل على الغير مؤمنين الغير مؤمنين بتجي ام بتقول لك طب ما العذرة مات ابن انا مثل اتنان شاهدان راحوا بالحرب باي بلد بالعالم تقدموا عن وطنهم واحد طلع فيه لغم بدل الناس واحد يعني انه كمان احنا ام وبحزن لش بس انتو شايفين العذرة انه حزنة احساسة متل احساسة طيب انا بتقول لكم شغلي يا اخوتي من المؤكد والاكيدي والطبيعي انه كل ام حزنة كان متل حزن العذرة وحزن العذرة كان متل جانب الام هنا ما هو الزيادة وعلا طول انا اللي منعطي لام ام مريم العذرة هذا الامر الزيادة هو اخوتي بمحبة وبساطة ام مريم العذرة كانت فاهمة الحقيقة غير عن اي حدا بالبشرية وبار الامari ام مريم العذرة كانت حبلة من الروح القدس الإله اللي زي تجسد من خلاله هون عبتشوف ابنه عبينضرب عبيتبهدل من الحراس عبيتبهدل من الناس عبينبسق بوجه عبينصلب عبيتقلم مثل أي أم عبتحس بهذا الإحساس الأول محزن جدا 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 بس بنفس الوقت عبتطلع وتشوف أساوة هيدا الإنسان اللي عبيعزب خاله اللي عبيعزب الله اللي عبيعزب إيجا الإله تحت يحبه تحت يخلصه عبيعزب مخلصه وهي كانت فهمانة حي الحقيقة وحفظتها بقلبه وشايف شو الإنسان وصل تجبره وأساوة قلبه على الله اللي خلقه على الله اللي حبه حزنة كان مضاعف لأنه كانت فهم الحقيقة وعرف شو الموضوع بعدين كانت حزنة على ابنة اللي خلفته اللي والدته منه هي والدة الرب يسوع مظبوط مثل كل الأم بس قلت لكم زيادة وأكتر من هيدا المسؤولية اللي عطاها إيها الرب واللي قالها على الصليب الرب يسوع خد يوحنة ابن لقالك خد البشرية أولادك اللي توكلت بالبشرية كله ياتها بأيام الصلب أو يوم الصلب أخدت البشرية كلها صار أولادك فحزنة صارت هي الأم كأنه القرى الأرضية كلها عبتبكي على كل ولادة هيدا هو حزنة العدرة أنتو بتحزنوا على ولد واحد أمنا مريم العدرة كانت حزنانة على الله شو عب يصير فيه وأساوت الإنسان وعلى البشرية كله ياتها اللي صارت هي أمه شفتوا أن حزن أمنا مريم العدرة قداش أكبر قداش حزنة وهيدا السيف اللي بدو يفوت بقلبها سيف البشرية كلها حزن على البشرية كلها حزن على كل الخطايا الخطأ اللي بدو يروحوا على النار حزن على كل إنسان خاطئ حزن على كل واحد منا نحن أولادة على كل إنسان بيختب تبكي أمنا مريم العدرة هيدا الأم اللي بتلم هيدا أمنا مريم العدرة اللي بتحزن كرمالي وكرمالي بكرمال كلنا أخوة يسوع نحنا حزينة على اللي عبينصلب وعلي عبيصلب حزينة على اللي عبيموت وعلي عبيقتل حزينة على اللي عبينعدم وعبيعدم هيدا الفرق بامنا مريم العدرة وبين كل قم شفتوا شو امنا مريم العدرة اللي هي تحولت إلى الجنة مقبل الخطيقة بالحبل بربنا يسوع المسيح كل ييط الطهارة كل ييط الطوبة امنا مريم العدرة مشان هيك تواضعوا بس تكن تسأل وقت ناس تسأل عن براءة وعن محبة ناس عن لأمني للكل بقلكم تواضعوا هيده أم الكل هيده أم البشرية كلها لحزن اللي بقلبها هو علينا كلنا من بداية قدم لحد هلأ لأنه كانت عارفة شو صار وعارفة شو عم بيصير وعارفة شو بده يصير هيده أمنا مريم العدرة عبتبكي على ابنة اللي ولدته وعبتبكي على البشرية كله ياته وسلم البشرية كله ياته وقال لأنت أم الكل أنت أم الدني بتكون تقولوا ليش حزنها لقد وعبتحفظ بقلبها وعبتبكي عب تتطلع شو عب يصير عب تتطلع عب تبكي على الغشب من اللي عب يعملها الإنسان قدام مخلصه يا إلهي يا أمنا وليام العدرة شو كنت حامل وشو كنت عب تعرفي هيدا هو الحزن تفسر أكتر وأكتر وأكتر وبنحكي أكتر وأكتر عن أمنا وليام العدرة بس حبيت ضوّع على هالنقطة هاي هي مثل كل أم ومثل كل الأمات حزن كل الأمات بقلبها يعني هي أعلى من كل الأمات وحزن أكتر من كل الأمات وبذات الوقت حزن مثل كل الأم بس لحملته أمنا مريم العدرة ما في أي عقل أو قلب بشري بيقدر يحمله وإن شاء الله بكرة بالسماء منقدر نكتشف أكتر وأكتر لأنه نحن بعد حتى بإيماننا المحدود نحن وبمعرفتنا المحدودة ما منقدر نستوعب أمنا مريم العدرة شو كانت مستوعبا أو عب تحفظ بقلبها هيدا البنت البريقة الطاهرة الفائقة القداسة أم الأدسين وأم الدنيا كلها إن شاء الله بركة أمنا مريم العدرة وسلام الربي صحب بقلوبكم جميعا آمين